السلام عليكم يعطيكم العافية انا الاستاذ نوري دريس ان شاء الله اليوم رح نحكي عن درس الاخترانات اللغريتمية لطلاب الاول ثانوي علمي بداية بحكي انه في عندي تعريف اذا كانت عندي سين اكبر من سفر الف اكبر من سفر والف لا تساوي واحد فانا لغريتم السين للأساس الف طبعا كلمة لغريتم بختصرها في رمز لام واو هاي تقرأ لغريتم لام واو باجي بقرأها لغريتم السين للأساس الف بتساوي صاد اذا وفقط اذا كان السين بتساوي الف قوة صاد هذا الحكي معناه انه انا بالنسبة لي عشان اقدر اكتب الاختران بالصورة اللغريتمية او على صورة اقتران لغريتمي لازم يكون عندي الاختران على صورة السية فقط فبيجي بحكيلي قاف السين بتساوي لام واو زي ما حكينا اختصار لكلمة لغريتم فانا باجي بقرأها لغريتم السين للأساس الف هاي بتمثلنا صورة للاقتران اللغارتمي بحيث أن ألف هو عبارة عن أساس اللغارتم نرجع ونعيد الاقتران اللغارتمي بقدر أكتب أي اقتران على صورة اقتران لغارتمي إذا كان الصورة الأصلي له عبارة عن اقتران أسي فبيجي بحكي لقاف السين لا مواوهي عبارة أو بقرأها لغارتم السين للأساس ألف هاي هي الصورة العامة للاقتران اللغارتمي حيث أن ألف أساس اللغارتم نشوف في المثال الأول بقول لي حيث اكتب الصياغ 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 باجي بحكي 2 قوة الجواب الجواب معطيني 2 2 تربيع بتساوي ما بداخل اللغاريتم وهي انا قدرت احولها على صورة اسية كانت عندي صورة اقتران اللغاريتمي حولتو لصورة اسية نيجي على المسألة رقم 2 معطيني لغاريتم 27 للأساس 3 بتساوي 3 زي ما حكينا ببلش بأساس الاقتران اللغاريتمي اللي هو 3 باجي بحكي قوة الجواب عندنا 3 هي قوة 3 يساوي ما بداخل اللغاريتم اللي هي السبعة وعشرين وهيك انا بكوني قدرت احول من صورة لغاريتمية لصورة اسية في المسألة رقم 3 معطيني لغاريتم الثمانية للأساس 2 بتساوي 3 بدا اكتبها على صورة اسية باجي بحكي الاثنين أساس الاقتران اللغاريتمي قوة الجواب تكعيب 2 قوة 3 بتساوي ما بداخل اللغاريتم اللي هو قيمته بالنسبة انها 8 في المسألة رقم 4 معطيني لغاريتم 64 للأساس 4 بتساوي 3 بدي اكتبها انا هاي على صورة اقتران اسية او على صورة اسية بدي اجي احكي هي عبارة عن اساس الاقتران اللغاريتمي 4 قوة 3 بتساوي 64 لو اجينا على الخامسة لغاريتم الاثنين فاصل سبعة للأساسها بتساوي واحد الحل اساس الاقتران اللغاريتمي اللي هوها قوة واحد اللي هي قوة الجواب بتساوي ما بداخل اللغاريتم اثنين فاصلة سبعة لكن الاقتران اللغاريتمي اللي اساسها العدد النيبيري هذا الاقتران بسميه اقتران اللغاريتم الطبيعي زي ما اخذنا درس الاقتران الاسي كان عنا الاقتران الاسي الطبيعي عنا ايضا اقتران اللغاريتم الطبيعي كان عنا في الدرس الاقتران الاسي الطبيعي اساس الاقتران هو عبارة عنها العدد النيبيري ايضا هون في درس الاقترانات اللغاريتمية لما يكون عندي الأساس عبارة عنها بيكون اسم الإقتران اللغاريتم الطبيعي فهيك أنا قدرت أحول من صورة إقترانات لغاريتمية حولناها لصورة أسية أو لصيغة أسية نيجي على المثال الثاني بحكي أن أكتب الصيغة اللغاريتمية المقابل للصيغة الأسية أنا عندي صيغة أسية أكتبها باستخدام الصورة اللغاريتمية بما أني بدي أكتبها باستخدام الصورة اللغاريتمية بدنا نحط رمز الإقتران اللغاريتمي اللام والواو هاي عنا الصورة الأسية الأولى تسعة قوة نص بتساوي ثلاث الأساس بالنسبة إلي للإقتران الأسي اللي هو التسعة هاي بيصير عندي لغاريتم أساسه التسعة الجواب بالنسبة إلينا ثلاث هاي جواب اللغاريتم بتساوي الأس اللي هو بالنسبة إلينا نص فباجي بحكي تسعة قوة نص بتساوي ثلاث اللي هي عبارة عن جذر التسعة في المسألة رقم 2 لو بدأ أحولها لصورة لغريتمية معطيني 2 قوة سالب 3 بتساوي 1 على 8 زي ما حكينا أول إشي بكتب لام واو اللي هي اختصار للغريتم الأساس بالنسبة إنا 2 هاي الأساس 2 جوابنا للاغتران الأسي 1 على 8 الناتج لغريتم الواحد على 8 للأساس 2 بساوي الأس اللي بالنسبة إلي السالب 3 وهيك أنا بكون قدرت أحولها من صورة أسية لصورة أو لصيغة لغريتمية في المسألة رقم 3 معطيني 2 على 5 لكل تكعيب بتساوي 8 على 125 عشان أقدر هاي أحولها بالنسبة إلي لصورة لغريتمية باجي بحكي لغريتم الأساس بالنسبة إنا هون 2 على 5 هاي أساسي 2 على 5 الناتج اللي معي 8 عمية وخمس وعشرين بيكون ما بداخل اللغريتم هاي صارت عندي لغريتم الثمانية على 125 للأساس 2 على 5 الجواب عبارة عن الأس اللي هو قيمته 3 وهيك أنا بكون قدرت أحولها لصورة لغريتمية في المسألة رقم 4 معطينا ألف قوة صاد بتساوي سين تربيع هاي بالنسبة إلي اللغريتم الأساس عندي هون ألف هاي لغريتم أساسي ألف جواب عندي سين تربيع بيصير عندي ما بداخل اللغريتم صارت عندي لغريتم السين تربيع للأساس ألف بساوي الأس الأس بالنسبة إلينا عبارة عن صاد فصارت عندي لغاريتم السين تربيع للأساس ألف بتساوي بتساوي ص في المسألة رقم 5 معطينا 11 تربيع بتساوي 121 أنا هاي عشان أكتبها على الصورة اللغاريتمية هيحطينا لغاريتم عندي هون الأساس عبارة عن 11 هي 11 الناتج 121 بيكون ما بداخل اللغاريتم الجواب عبارة عن الأس هاي 2 فصارت عندي لغاريتم المية وواحد وعشرين للأساس 11 بتساوي 2 هي نفسها 11 تربيع بتساوي 121 لو أجينا على المثال الثالث بيحكي لنا جد قيمة كل مما يأتي معطيني لغاريتم ال 625 للأساس 5 وطالب مني أوجد قيمتها أنا عشان أقدر أحل هاي المسألة أول خطوة بدي أعملها بدي أساوي الإختران اللغاريتمي بسين لأنه طالب مني أوجد قيمته فبالنسبة لي لغاريتم ال 625 للأساس 5 قيمته مجهولة فرطت إنها سين بعد ما أفرض إنها سين أول خطوة بنعملها بحولها لصورة أسية عشان أحولها لصورة أسية عندي أساس الإختران اللغاريتمي 5 هاي 5 قوة الناتج سين بتساوي 625 وهيك أنا قدرت أحولها من صورة لغاريتمية لصورة أسية عشان أوجد له قيمة سين بدي أحلها معادلة أسية ال 625 هي عبارة عن هاي عندي 5 قوة سين زي ما هي ال 625 هي عبارة عن 5 قوة 4 فبالنسبة لنا قيمة سين وتساوي 4 وهيك منكون حلنا هاي المعادلة اللغاريتمية نيجي على المسألة رقم 2 معطيني لغاريتم التسعة للأساس جذر الثلاث طالب مني أوجد قيمة هذا الإختران اللغاريتمي زي ما حكينا في المسألة رقم 1 بساويها بسين قيمتها بالنسبة لي مجهولة الخطوة الثانية بحولها لصورة أسية فباجي بحكي عندي أساس الإختران اللغاريتمي جذر الثلاث هاي جذر الثلاث قوة الناتج بتصير عندي قوة سين بتساوي ما بداخل اللغاريتم اللي هي 9 فلما صارت عندي عبارة عن صورة أسية بقدر أحلها كمعادلة أسية جذر الثلاث هي عبارة عن 3 قوة نص نص القوة سين بتساوي 9 عبارة عن 3 تربية وزي ما احنا عارفين نص وسين عندي أسين متتاليات بصير عندي عملية ضرب فبتصير عندي ثلاث قوة نص سين بتساوي 3 تربية صار عندي هون الأساس متساوي 3 ثلاث إذن الأس أيضا متساوي نص سين بتساوي 2 ضرب اثنين للطرفين تطلع عندي قيمة سين بتساوي 4 إذن باجي بحكي لغاريتم التسعة للأساس جذري الثلاث قيمته أربعة وهيك أنا بكوني قدرت أحل هذا السؤال على الاقتران اللغاريتمي في المسألة الرقم ثلاث بحكيلي لغاريتم التسعة للأساس تسعة زي ما حكينا في المسألة رقم واحد واثنين أول خطوة بساويها بالسين بعد هيك بحولها لصورة أسية عندي أساس الاقتران اللغاريتمي تسعة هاي عندي تسعة قوة الناتج بالنسبة لنا سين تساوي ما بداخل اللغاريتم اللي هي تسعة فتسعة قوة سين بتساوي تسعة من هون احنا بنعرف أنه سين قيمتها واحد فلغاريتم التسعة للأساس تسعة بساوي واحد وهون بقدر أحكي كقاعدة عامة لغاريتم الألف للأساس ألف بتساوي واحد إذا كانوا هذول العددين متساويين دائما قيمة اللغاريتم واحد وشوفنا كيف في المسألة رقم ثلاث كان معطيني لغاريتم التسعة للأساس تسعة فأنا بقدر أعتبرها قاعدة يعني لو أجينا حكينا لغاريتم الخمسة للأساس خمسة الجواب مباشرة بساوي واحد في المسألة رقم أربعة معطيني لغاريتم الواحد على خمسة وعشرين للأساس خمسة قلنا أول خطوة بساويها بالسين الخطوة الثانية بكتبها على صورة أسية عندي خمسة الأساس هذه أساس اللغاريتم هو نفسه أساس الاقتران الأسي قوة سين بساوي ما بداخل الاقتران اللغاريتمي واحد على خمسة وعشرين وهذه بحلها على أساس إنها اقتران أسي فبتصير عندي خمسة قوة سين الخمسة وعشرين نرفحها لفوق بتصير عندي قوة سالب واحد فبتصير عندنا خمسة قوة سين الخمسة وعشرين هي عبارة عن خمسة تربية وعندي سالب واحد فبتصير خمسة قوة سالب اثنين فبالنسبة لنا قيمة سين وتساوي سالب اثنين الاساس متساوي اذا الاس ايضا متساوي فمعناته هذا الحكي انه لغريتم الواحد على خمسة وعشرين للاساس خمسة قيمته سالب اثنين يعني خمسة قوة سالب اثنين بتساوي واحد على خمسة وعشرين في المسألة رقم خمسة معطيني لغاريتم السبع عشرين للأساس ثلاث زي ما حكينا بساويها أول خطوة في سين الخطوة الثانية بدي أحولها لصورة أسية بتصير عندي ثلاث قوة سين بتساوي ما بداخل اللغاريتم اللي هي سبعة وعشرين فبتصير عندي ثلاث قوة سين السبع وعشرين بدي أكتبها على صورة الثلاث مرفوعة لقوة هي عبارة عن الثلاث تكعي فصار عندي الأساس متساوي إذن الأس متساوي وقيمة سين بالنسبة إنا ثلاث هذا بيعني أنه لغاريتم السبع وعشرين للأساس ثلاث بساوي ثلاث نيجي على المثال الثاني أرسم منحنة كل من الإقترانات الآتية هون طالب مني أرسم منحنة الإقتران اللغاريتمي معطيني في السؤال أو في الفرع الأول قافي السين بساوي لغاريتم السين للأساس اثنين وزي ما منعرف إحنا عشان أقدر أرسم أي إقتران لابد من استعمال الجدول هاي عندي سين وهاي قافي السين قافي السين مين هو؟ لغاريتم السين للأساس اثنين هاي المسألة أو هذا السؤال عشان أقدر أرسم الإقتران اللغاريتمي أسهل إشي أني أنا أفرض قيم لصاد وأوجد قيمتها لسين كيف؟ باجي بحكي لغاريتم السين للأساس اثنين داخذ قيمة مرة تكون اثنين مرة واحد مرة سفر مرة سالب واحد مرة سالب اثنين طيب كيف بدي أوجد بهاي الحالة قيمة سين؟ باجي بحكي اثنين تربية هاي أربعة اثنين قوة واحد هاي اثنين اثنين قوة سفر واحد اثنين قوة سالب واحد كنا منعرف أنه عبارة عن نص واثنين قوة سالب اثنين هي عبارة عن واحد على أربعة ففي الاختران اللغاريتمي عشان أرسمه بطريقة سهلة وبسيطة بفرض قيم لقاف السين اللي هو لغاريتم السين للأساس اثنين بفرض له قيمتين موجبات وقيمتين سالبات ومنوخذ السفر وباجي بحكي اثنين تربيع بعطيني قيمة سين اللي أنا بديها بعد ما نعمل الجدول بعوض النقاط اللي بتلعت معي على المستوى الديكارتي باجي بحكي النقطة الأولى هي عبارة عن أربعة اثنين هاي عصينات بالنسبة لي هاي الأربعة على الصادات بالنسبة لنا قيمتها اثنين بعدين النقطة الثانية اثنين واحد هاي اثنين بالنسبة لي وهي الواحد بعدين واحد وسفر هاي واحد وسفر بعدين عندي نص وسالب واحد هاي النص وهي السالب واحد بعدين ربع وسالب اثنين هاي الربع بالنسبة لنا وهي السالب اثنين ومنوصل بين هاي النقاط بالنسبة لنا نفس ما حكينا في الاغتران الأسي بالاغتران الأسي كان عندي منحنة الاغتران ما بقطع محور السينات هون عندي في الاغتران اللقرية ما بقطع محور الصادق فباجي بحس ألحالي الأسئلة اللي أخذناها بالاغتران الأسي باجي بنحكي هل الاغتران متزايد أم متناقص متزايد أم متناقص بالنسبة لنا لو أجينا بلست من الشمال لليمين هاي عندي القلم على منحنة من الشمال لليمين عندي الرسمة طالع على فوق طلوع طالع معناته حكينا بالاغتران الأسي لما يكون عندي الرسمة طالع على الأعلى فبالنسبة لي بيكون الاقتران متزايد ظل علينا نعرف المجال والمدى لهذا الاقتران زي ما حكينا المجال قيم سين لو طلعنا من رسمته للاغتران كل القيم السينات اللي ممكن تطلع معي هي قيم الأعداد الموجبة فقط فبالنسبة لي بيكون المجال من سفر للمالة نهاية والمدى ممكن تكون قيمة الاقتران موجبة وممكن تكون سالبة فبتكون كل الأعداد الحقيقية وهيك أنا رسمت الاقتران وعرفت الاقتران متزايد ولا متناقص وأوجدنا مجاله وأوجدنا مدى وزي ما حكينا برسمة الاقتران اللغريتمي الخطوة الأسهل إلي باجي بحكي لغريتم السين للأساس 2 هو اللي بفرده القيم نحن دائما لما كنا نرسم كنا نأخذ سين ونعوض لها قيم ونوجد قيم الإحداثي الصادي هون بنعمل العكس كخطوات أسهل إلي بالحل نأتي على المسألة رقم 2 معطينا قاف السين بتساوي لغريتم السين لغريتم السين للأساس نص زي ما حكينا في الفرع الأول بفرد قيم للغريتم السين للأساس نص بدنا نأخذ خمس قيم نأخذ الاثنين الواحد السفر سالب واحد وسالب اثنين نأخذ نص تربيع عبارة عن واحد على أربع نص قوة واحد هاي نص نص قوة سفر هي عبارة عن واحد أي عدد قوة سفر واحد نجي منحكي نص قوة سالب واحد هي عبارة عن اثنين هاي نص قوة سالب واحد بدخل الأسس يصير موجب بقلب الكسر بتصير عندي اثنين على واحد قوة واحد وتساوي اثنين نص قوة سالب اثنين عبارة عن أربع هس لو أجينا بدنا نرسمها ظل علينا نعوض النقاط اللي طلعت معنا على المستوى الديكارتي فبالنسبه لي النقطة الاولي هي عباره عن 4 اثنين وهي ربع على السنات 2 بالنسبة لنا على الساعدات النقطة البعديها النص 1 هاي نص سينات 1 صادات عندي 1 و صفر حي 1 وسفر 2 وسالب 1 هاي اثنين وسالب واحد وعننا اربعة وسالب اثنين هاي بالنسبة الي اربعة وهاي سالب اثنين بتبقى علينا بس نصل بين هاي النقاط اللي احنا اللي احنا رسمناها وهيك زي ما انتوا شايفين عندي بطلع معنا رسمة اقتران لغاريتم السين للأساس نص بدي اعرف اول اشي هل الاختران متزاد او متناقص منيجي بنحكي من الاشمال عندي نازل منحنة الاقتران هيني انا نازل مع منحنة الاقتران من شمال لليمين فبالنسبة الي اقتران بيكون متناقص المجال لهذا الاقتران زي ما حكينا هذا الاقتران بما انه المجال بمثل السينات كل قيم سين عندي منلاحظ انه رسمتنا واقع على محور السينات الموجب فقط فبالنسبة الي المجال بيكون من سفر للمالة نهاية المدى زي ما احنا شايفين الرسم عند محور الصادات الموجب والسالب فبكون بالنسبة لي المدى مجموعة الاعداد الحقيقية وهيك احنا منكون رسمنا الاقتران لغاريتم السين للأساس نص اعرفنا انه الاقتران متزايد ام متناقص اعرفنا مجاله وعرفنا مدى طب انا فرضا لو بدي اعرف هل الاقتران متزايد ام متناقص من غير ما اعمل الرسمة لو اطلعنا هون على اساس الاقتران اللغاريتمي كان عبارة عن عدد صحيح اللي هو الاثنين لما يكون عندي عدد صحيح بكون الاقتران دائما متزايد لما يكون عندي الاساس عبارة عن كسر عدد محصور بين السفر والواحد كسر موجب هاي نص ثلث ربع خمس سدس بيكون بالنسبة لي الاقتران متناقص وشفنا كيف من خلال رسمة منحنة هذا الاقتران نيجي على فرع ثلاث من سؤال رسم منحنة الاقترانات اللغاريتمية معطينا لغاريتم السين للأساس ثلاث هون انا عشان ارسم منحنة الاقتران زي ما حكينا نعمل جدول هاي عندي لغاريتم السين للأساس ثلاث زي ما حكينا الاسهل الي اختار قيم لللغاريتم واشوف قديش قيمة سين بالنسبة انه اول قيمة بدنا نختارها الاثنين الواحد السفر السالب واحد السالب اثنين فبنيجي منحكي ثلاث تربيع قيمتها تسعة ثلاث قوة واحد ثلاث ثلاث قوة سفر واحد ثلاث قوة سالب واحد هي عبارة عن ثلث ثلاث قوة سالب اثنين هي عبارة عن واحد على تسعة وهيك احنا اوجدنا الجدول اللي من خلاله انا بقدر ارسم منحنا الاقتران لغاريتم السين للأساس 3 نيجي نعوض النقاط اللي موجودة معي على المستوى فباجي بحكي النقطة الاولى هي عبارة عن 9 اثنين هاي 9 سينات بالنسبة انها واثنين عصادات عندي 3 واحد هاي 3 سينات واحد صادات عندي واحد سفر هاي واحد سفر عندي النقطة 3 سالب واحد هاي بالنسبة انها 3 هاي بالنسبة للتسع كيف رتبناهم هيك كنا منعرف انه الثلث اكبر من التسع فباجي بحكي 3 وسالب واحد هاي 3 سالب واحد عندي 9 وسالب اثنين منوصل بين هاي النقاط وهاي رسمة منحنا الاقتران بالنسبة انها للغاريتم السين للأساس 3 بدنا نحل الاسئلة اللي اتفقنا عليها انه هل يا هل ترى الاقتران متزايد ام متناقص بداية لو بلشنا من الاقتران من الشمال لليمين هاي الرسمة طالة عندي من الشمال لليمين طالعة طلوع زي ما حكينا فالاقتران بالنسبة الي متزايد باستخدام الطريقة الثانية اساس الاقتران عبارة عن عدد صحيح بيكون الاقتران متزايد قلنا كسر محصور بين السفر والواحد كسر موجب بيكون متناقص بدنا نعرف ايضا المجال والمدى لهذا الاقتران المجال بالنسبة الي هو قيم سين من رسمتنا ملاحظين انه قيم سين الموجود عندي بس ابتقع على محور السينات الموجب فالمجال بالنسبة الي من سفر للمالة نهاية المدى زي ما احنا شايفين قيم صادات الي ممكن تطلع معي القيم الموجب والسالبة فبالنسبة الي كل الاعداد الحقيقية لو بدي اسأل حالي انا بالنسبة الي المقطع الصادي او المقطع السيني شو بيمثلي لو حكينا المقطع السيني بالنسبة الينا المقطع السيني لازم تكون صاد صفر من الجدول هاي عندي لو جارتيم الصينه لاساس ثلاث هو صاد هو نفسه قه Lindsey قيمته صفر لما كانت قيمة صفر java 1، فجب حكي المقطع السيني هو عبارة عن واحد صفر لكن المقطع الصاد هي هون منحنا الاقتران زي ما احنا ملاحظين ما بقطع محور الصادات فبالنسبة لي المقطع الصادي لا يوجد هيك احنا قدرنا نطلع مقطع سيني مقطع صادي اعرفنا الاغتران متزايد او متناقص اوجدنا المجال والمدى نيجي على مسألة رقم 4 معطيني قاف السين بساوي لغاريتم السين للأساس ثلث اول خطوة بنعملها الجدول هاي عندي سين هاي عندي لغاريتم السين للأساس ثلث وزي ما اتفقنا بختار قيم للغاريتم اسهل الي في الحل فباجي بحكي هاي عندي اثنين واحد صفر سالب واحد وبالنسبة لي السالب اثنين واحد اع ثلاث تربيع عبارة عن واحد على تسعة واحد اع ثلاث قوة واحد واحد اع ثلاث واحد اع ثلاث قوة سفر قيمتها واحد واحد اع ثلاث قوة سالب واحد هي عبارة عن الثلاث واحد اع ثلاث قوة سالب اثنين عبارة عن التسعة حسنا نعوض القيم اللي اوجدناها في الجدول بالنسبة لنا على الرسمة واحد على تسعة اثنين هي بالنسبة للواحد على ثلاث وهي الواحد على تسعة بيحكي لنا واحد على تسعة النقطة الاولى اثنين النقطة الثانية واحد على ثلاث وواحد النقطة واحد وسفر هي واحد وسفر ثلاث وسالب واحد وتسعة وسالب اثنين بيتبقى علينا من رسمة المنحنة بس ايصال بين هاي النقاط زي ما احنا شايفين امامنا بدنا نسأل حالنا الاسئلة اللي حكينا عنها سابقا الاقتران متزايد ولا متناقص باجي بحكي رسمتي من الشمال لليمين المنحنة نازل انزول فبالنسبة لي منحنة الاقتران متناقص هاي الطريقة الاولى الطريقة الثانية عندي اساس الاقتران اللغريتمي كسر متناقص قلنا عدد صحيح زي مثال رقم ثلاث كان عندي مثال رقم ثلاث اساس اللغريتم ثلاث عدد صحيح موجب كان بالنسبة انه متزايد نسأل حالنا المجال بالنسبة لي يقولنا المجال بمثلي قيم سين قيم سين اللي طلعت معي في الرسم كلها القيم الموجبة فالمجال من سفر للمالة نهاية المدى بالنسبة انه قيم صاد كانت على محور الصادات الموجب والسالب فبتكون بالنسبة انه مجموعة الاعداد الحقيقية وهيك احنا منكون رسمنا منحنة الاقتران قانقه السين يساوي لغريتم السین للاساس ثلث اوجدنا المجال والمدى ولو بدنا نوجد المقطع السيني باجي بحكي المقطع السيني صاد صفر النقطة اللي كانت لحداث السيني اللي كان عنده صاد صفر اللي هي واحد صفر فالمقطع السيني بالنسبة لي واحد وصفر المقطع الصادي لو اجينا اللي هو سين بتساوي صفر لو سألت حالي الرسمة وين قطعت محور الصادات هي بالفعل ما بتقطع محور الصادات فبالنسبة لنا لا يوجد مقطع صادي وهيك بالنسبة لرسم الاغترانات اللغريتمية الأسئلة اللي ممكن نواجهها على الاغترانات اللغريتمية بالنسبة للرسم الاغتران متزادي ولا متناقص مجاله مدى مقطعه السيني ومقطعه الصادي نيجي هون بحكي لنا بصورة عامة بالنسبة لي الاغتران اللغريتمي قاف السين بساوي لغريتم السين للأساس ألف المجال بالنسبة لي هو عبارة عن حال موجب معناته من سفر للمالة نهاية المدى دائما عبارة عن مجموعة الأعداد الحقيقية لكن المجال عشان أقدر أوجده بيجي بقولي الاغتران اللغريتمي عشان نقدر نوجد المجال إلو بأخذ ما بداخل اللغريتم عندي هون ما بداخل اللغريتم سين باجي بحكي أكبر من سفر وبحلها كمتباينة ها يريد أن أقوم قنع هذه الخطوة لو أرجونا في المثال إعكامه إليه احمغت Diet جد المجال المدى 오늘 عمل الأكترانات الآتي عقد من الثقاف السينتوفك حقيقي السين تربيع ناقص 1 أريد أن أجد المجال كما تجد فيه السين تربيع ناقص 1 أكبر من 0 سفت لدينا من Um ةال لدينا هذا المتباهين unter ّقأنها تكلم من التحليل السين تربيع ناقص 1 بالنسبة لنا تحليلها سين ناقص واحد سين زائد واحد أكبر من سفر هذه بالنسبة لخط الأعداد الأصفار اللي ممكن تطلع معي سين ناقص واحد تساوي سفر تطلع عند قيمة سين واحد أو السالب واحد هسا بندرس إشارة خط الأعداد بالنسبة لنا نجي بنحكي عدد أكبر من واحد لثنين ثنين تربيع أربعة ناقص واحد ثلاث فالإشارة بالنسبة للي بتكون موجبة عدد محصور بين الواحد والسالب واحد السفر سفر تربيع سفر ناقص واحد هاي سالب عدد أصغر من السالب واحد سالب اثنين سالب اثنين تربيع أربعة ناقص واحد هاي موجب أنا بدي مجموعة الحل لما يكون أكبر من سفر فبالنسبة لنا أكبر من سفر معناته الفترات الموجبة فبالنسبة للي المجال رح يكون هاي عندي السالب مالة نهاية وهاي المالة نهاية المجال بالنسبة لنا من سالب مالة نهاية لسالب واحد طبعا ما في عندي إشارة مساواة بكون القوس الفترة مفتوح اتحاد من واحد للمالة نهاية هاي هي الفترة اللي بكون خلالها الإقتران موجب معناته هاي بالنسبة إلي مجال هذا الإقتران بالنسبة للمدى زي ما حكينا مجموعة الأعداد الحقيقية نيجي على فرع اثنين معطيني قاف السين بساوي لغاريتم السين تربيع ناقص أربع للأساس خمسة زي ما حكينا الأساس هون ما بيهمني في إيجاد المجال والمدى اللي بيهمني في إيجاد المجال فقط ما بداخل اللغاريتم اللي هو السين تربيع ناقص أربعة يكون أكبر من صفر سين تربيع ناقص أربعة أكبر من صفر باعتبرها متباينة ولابد من حلها عشان أقدر أحل هذه المتباينة بدي أحل سين ناقص اثنين سين زائد اثنين هاي أكبر من صفر عندي خط الأعداد أصفار الإقتران اثنين وسالب اثنين ندرس إشارة هذا الخط عدد أكبر من اثنين الثلاث ثلاث تربيع تسعة ناقص أربعة خمسة فموجب عدد محصور بين الثنين والسالب الثنين السفر سفر تربيع سفر ناقص أربعة هاي سالب عدد أصغر من السالب الثنين سالب ثلاث تربيع تسعة ناقص أربعة خمسة موجب هاي عنا السالب ما لا نهاية والما لا نهاية او بقدر اجي احكي بما انه اختران تربيعي ايش اشارة سين تربيع موجبة نفس اشارة سين تربيع عكس نفس نيجي نكتب فترات اللي بتمثلي المجال زي ما حكينا اكبر من سفر معناته انا بدي موجب ودائما لازم يكون المجال اكبر من سفر فبالنسبي لي دائما فترات المجال بتكون الفترات الموجبة فبكون عندي المجال من سالب ما لنهاية لسالب اثنين وقلنا طرف الفترة مفتوح لانه لا يوجد اشارة مساواة من القاعدة لازم تكون سين اكبر من سفر اتحاد من الاثنين للمالة نهاية نيجي على المسألة رقم ثلاث من سؤال ايجاد المجال والمدى للاختران اللغريتمي زي ما حكينا بالنسبة ان المجال عشان اقدر اوجده ما بداخل اللغريتمي الاقتران اللغريتمي سين تربيع زائد سين ناقص ستة لازم تكون اكبر من سفر اكبر من سفر معناها موجبة صارت عندي متباينة ولازم احل هاي المتباينة عشان اقدر احلها لابد من التحليل سين تربيع زائد سين ناقص ستة تحليلها سين زائد ثلاث سين ناقص اثنين اكبر من سفر بالنسبة ان اصفار هذا الاقتران لاثنين والسالب ثلاث وزي ما حكينا بما انه اختران تربيعي سين تربيع نفس اشارة سين تربيع اشارته موجبة هاي نفس اشارة سين تربيع عكس اشارة سين تربيع نفس اشارة سين تربيع هاي عندي السالب ما لا نهاية والما لا نهاية فالمجال بالنسبة لي لما يكون عندي اكبر من سفر معناته الفترات اللي بكون فيها الاشارة موجبة فبكون بالنسبة لنا من سالب ما لا نهاية لسالب ثلاث اتحاد من اثنين للمالة نهاية هذه هي فترات المجال لإقتران اللغريتمي سين تربيع زائد سين نقص 6 للأساس 4 طبعا في إيجاد المجال والمدى زي ما حكينا أساس الإقتران اللغريتمي ما بهمني أنا بهمني فقط ما بداخل الإقتران اللغريتمي يكون أكبر من صفر المدى بالنسبة إنه مجموعة الأعداد الحقيقية في المسألة رقم 4 معطينا عين السين بتساوي لغريتم السين تربيع زائد 5 للأساس 3 زي ما حكينا عشان أقدر أوجد المجال المجال بالنسبة إنه السين تربيع زائد 5 أكبر من صفر باجي بحكي السين تربيع زائد 5 يا هل ترى أنا بقدر أحللها أكيد لا ما في عنا تحليل لمجموع مربعين فباجي بحكي هاي خط الأعداد وبيدي أدرس إشارته فبالنسبة لي لو أخذت عدد موجب نأخذ على سبيل المثال 2 2 تربيع 4 زائد 5 أعطتني موجبة طب لو أخذنا السفر سفر تربيع سفر زائد 5 أيضا موجبة لو أخذنا عدد سالب السالب 3 سالب 3 تربيع 9 زائد 5 14 أيضا موجبة فإشارة خط الأعداد بالنسبة لي كلها موجبة في هاي الحالة بكون بالنسبة إنه المجال لهذا الاقتران هو عبارة عن مجموعة الأعداد الحقية أو باجي بحكي من سالب مالة نهاية للمالة نهاية المدى بالنسبة إنه حكينا أيضا هو عبارة عن حال في المسألة رقم 5 معطينا قوة في السين بتساوي 2 زائد لغارتم السين زائد 1 للأساس 3 سواء كان الاقتران مجموع له عدد أو مطروح منه عدد ما بيأثر على إيجاد قيمة المجال قل زي ما ذكرنا في درس الاقتراني الأسي إذا كان عندي زائد عدد أو ناقص عدد بتأثر على المدى فقط هون المجال بالنسبة لي ما بتأثر فباجي بحكي المجال بكون عندي سين زائد 1 أكبر من سفر سفر الاقتران بالنسبة إنه السالب 1 عدد أكبر من السالب 1 السفر سفر زائد 1 هاي الإشارة موجبة سالب 2 زائد 1 سالب 1 فالإشارة سالبة وزي ما حكينا أكبر من سفر معناته بدي الفترات الموجبة فبالنسبة لي المجال رح يكون من سالب 1 للمالة نهاية والمدى بالنسبة إنه مجموعة الأعداد الحقيقية نيجي هون نحكي على آخر فكرة في درسنا بقولي في عندي قاعدة كثير مهمة في الاقترانات اللغارتمية اللي هي إذا كان عندي قاف السين بساوي ألف قوة سين فإنه قاف السالب 1 لسين بساوي لغارتم السين للأساس ألف وزي ما احنا بنعرف قاف السالب 1 معناها الاقتران العكسي اللي أخذناه بالفصل الأول معناته إذا كان الاقتران على صورة ألف قوة سين فإن الاقتران العكسي له لغارتم السين للأساس ألف أيضا القاعدة الثانية بتحكي لنا إذا كان قاف السين لغارتم السين للأساس ألف فإن الاقتران العكسي له هو ألف قوة سين هذولا القاعدتين جدا مهمات بالنسبة إنا لحل هذا السؤال في عندي أيضا قاعدتين لازم نكون حافظينهم ومهمات جدا جدا رح نستخدمهم هذا الفصل وان شاء الله رح تمر معكو كأساسيات في مادة التوجيه فبالنسبة لغاريتم الألف قوة سين للأساس ألف هاي عشان اقدر اوجدها جوابها بالنسبة لي بقدر اختصر الألف مع الألف كلغاريتم الجواب عبارة عن سين هاي القاعدة جدا مهمة في عنا قاعدة ثانية بتحكينا اذا كان عندي ألف قوة لغاريتم السين للأساس ألف ايضا هاي جوابها سين فهذه القواعد لازم نكون حفظينهم عشان نقدر نحل الأسئلة بقدر اختصر ألف مع اللغاريتم بتبقى عندي سين هذول القاعدتين زي ما حكينا جدا مهمات لو اجينا اطلعنا على سؤال رقم 12 من أسئل التمارين ومسائل صفحة 2255 بحكيلي اذا كان قاف السين بساوي لغاريتم السين للأساس 2 جد قاعدة قاف السالب 1 للسين ثم اثبت أن ألف قاف بعد قاف السالب 1 لسين بساوي سين هذا من درس تركيب الاقترانات اللي اخذناه بالفصل الأول خطوة بدنا نعملها معطيني قاف السين قاف السين بالنسبة لي هو عبارة عن لغاريتم السين للأساس 2 بقول لي جد قاعدة قاف السالب 1 السين كأنه بقول لي جد الاختران العكسي لقاف السين وزي ما حكينا باستخدام القاعدتين اللي هو إذا كان عندي الاختران على صورة لغاريتم السين للأساس ألف الاختران العكسي له ألف قوسي فهون باجي بحكي قاف السين بتساوي لغاريتم السين للأساس 2 الاختران العكسي لها عبارة عن اثنين قوة سين وأنا هيك أوجدت الاغتران العكسي بالنسبة لي باستخدام القاعدة اللي حكينا عنها هاي قاعدة جدا مهمة بدنا نحلفر علف بيحكي لنا أثبت أن قاف بعد قاف السالب واحد للسين بتساوي سين بدنا نبلش نطرف الأول ونصل للطرف الثاني فباجي بحكي قاف بعد قاف السالب واحد للسين زي ما تعلمنا هي نفسها قاف لقاف السالب واحد للسين هاي معناها أنا ايش عندي قاعدة الاغتران قاف السالب واحد للسين اثنين قوة سين فبتساوي عندي قاف لثنين قوة سين هاي مكان قاف السالب واحد للسين اللي هو قيمته اثنين سين عوضها هاي صارت عندي قاف لثنين قوة سين هسا باجي بعوض لثنين قوة سين مكان سين في الاغتران قاف الاغتران قاف شو قاعدته لغاريتم أساس اثنين مكان سين بتعوض اثنين قوة سين هاي اثنين قوة سين وزي ما حكينا في القواعد الجدا مهمة للحل لغاريتم ألف قوي سين للأساس ألف قيمتها سين هون عندي لغاريتم الاثنان قوي سين للأساس اثنان كإني اختصرت الاثنان مع الاثنان فجوابي سين وهيك أنا أثبتت أنه قاف بعدها قاف السالب واحد لسين بساوي سين نيجي على فرع بها طالب مننا نثبت أنه قاف السالب واحد بعدها قاف للسين بتساوي سين بنفس الطريقة أنا عندي قاف السين هو عبارة عن لغاريتم السين للأساس اثنان عندي قاف السالب واحد للسين بساوي اثنان قوي سين بدي أثبت أنه قاف السالب واحد بعدها قاف للسين بتساوي سين زي ما حكينا نبلش نطرف الأول عشان أقدر أثبتها بكتبها على صورة قاف السالب واحد بعدها قاف السين أنا إيش عندي الاغتران أو قاعدة الاغتران قاف السين هي عبارة عن لغاريتم السين للأساس اثنان فبتصير عندي قاف السالب واحد مكان قاف السين دكتب قاعدته قاف السين عندي لغاريتم السين للأساس اثنين هسه هون مكان سين بالاقتران قاف السالب واحد ضعود لغاريتم السين للأساس اثنين قاعدة الاقتران قاف السالب واحد للسين هي عبارة عن اثنين مرفوعة لقوة سين سين بتضعود مكانها لغاريتم السين للأساس اثنين وباجي باستخدم ايضا القاعدة ألف قوة لغاريتم السين للأساس ألف بتساوي سين فالجواب بالنسبة لي سين كأني اختصرت الاثنين مع لغاريتم الاثنين وهيك احنا اثبتنا انه قاف السالب واحد بعد قاف للسين بتساوي سين وايضا اثبتنا انه قاف بعد قاف السالب واحد للسين بساوي سين بالنسبة لنا هذا السؤال كثير مهم هذول القاعدتين القاعدة رقم واحد واثنين مهمات هذول القاعدتين لغاريتم الالف قوة سين للأساس الف انه قيمتها سين الف قوة لغاريتم السين للأساس سين هذول ايضا جدا مهمات كمهارات في حل الاقترانات اللغريتمية ونستخدمها كثير في الحل وهيك بالنسبة اننا احنا منكون اخلصنا من درس الاقترانات اللغريتمية واخذنا كل الافكار الموجودة فيه ويعطيكو العافية